كما وصلت إلى سالة التحرير بالتنفذية الوطنية الجادي جملة من البرقيات والتي مفادها أو تتمثل في رئيس المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الثنائية اللغوية في الجاد محمد نور الحسن ورئيس المنسقية الشبابية للأحزاب بمقر حذب الحركة الوطنية للإنقاذ هارون عمر حامد ورئيس الحركة التادية من أي حقوق الإنسان في تاد محمد طاهر الديردير وأبو جرين جبرين إدريث عضو المكتب السياسي لحذب الحركة الوطنية بإقليم حجر لميث ذاكي شلتوت القدم رئيس منسقية ممثلية القبائل من أي الحل السلمي والتعاوش السلمي كلهم ورئيس كانتون ميدوغو شنغيفا محمد موسى كلهم يتقدمون ببرقيات تهنئة ومساندة لرئيس الجمهورية إدريد ديبيتنو بمناسبة نجاح الطاولة المستديرة التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس خلال فترة من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري وإن هذا اندل على شيء فإنما يدل على التوجه الرشيد لرئيس الجمهورية إدريد ديبيتنو وأن يتي لبنيتشاد على حسب ما جاء في البرقيات